عادة الرئيسة وأعضاء المحكمة الموقرين إنه لشرف لي أن أظهر أمامكم اليوم نيابة عن جمهورية جنوب إفريقيا وفي خطابي سأتطرق إلى مسألة السلطة التشريعية والقضائية شعب جنوب إفريقيا وإسرائيل كلاهما لديهم تاريخ من المعاناة والدولتان كانت أطراف في ميثاق الإبادة في تصميمهما على إنهاء المعاناة ولم يتم تقديم تحفظ على المادة التاسعة فيما يخص ميثاق معاقبة جريمة الإبادة الجماعية وفي إطار هذا الميثاق الذي هو مكرس لحماية الإنسانية نقدم هذه الأدلة أمام المحكمة منع الإبادة الجماعية ضروري وواجب هو واجب المجتمع الدولي بأكمله وأطراف هذا الميثاق يتوجب عليها ليس فقط بأن تمنع نفسها من الأفعال الإبادية ولكن أيضا بأن تمنع وقوعها في أي مكان وهذا هو أساس الميثاق وهذا واضح منذ أن وضع في المدى الأولى من الميثاق المدى التاسعة في ميثاق الإبادة يوضح بأن الدول الأطراف هم حمال هذا الميثاق وضع على عكس المواثيق التي هي مصممة لحماية حقوق الإنسان إنها لا توجب الدول بأن تسعى للتفاوض وهذا ليس حق في هذه المحكمة وإنها لا تتعامل مع إنهاء الأعمال الإبادية بأنها عملية ثنائية ولكن على العكس هذا وضع يتطلب عمل المجتمع الدولي برمته ويتعامل مع مثل هذه الحالات بأنها حالات عاجلة جنوب إفريقيا لديها تاريخ طويل من العلاقات الوثيقة مع إسرائيل ولهذا السبب لم تقدم هذا النزاع فوريا للمحكمة وكانت تراقب برعب بينما كانت تستجيب للعمال الوحشية التي مرتكبة من شعبها منذ السابق من أكتوبر بهجوم على غزة أدى إلى قتل دون تمييز من بين الفلسطينيين ومن معظمهم من النساء والأطفال حكومة جنوب إفريقيا كانت تكرر وتعرب عن هذه المخاوف وقلقها في بيانات عامة بأن أعمال إسرائيل قد أصبحت إبادية وفي العاشر من نوفمبر النصير الدبلوماسية قد أحطت إسرائيل بأنها بينما تدين أعمال حماس قد أردت أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق في أعمال إسرائيل الإبادية وأعمال الحرب وجرائم الحرب وكرر ذلك نصاق الإبادة وفي السابع عشر من أكتوبر جنوب إفريقيا أشارت إلى مفاوضية إسرائيل أو التزامها بجريمة الإبادة أمام محكمة الجنائية الدولية وإجراء تحقيق صلب وفي أعلان هذا القرير أعرب الرئيس سيسر الرمافوسة عن شعوره بالرعب من ما يحدث الآن في غزة والذي الآن قد تحولت إلى معسكرات إلى معسكرات تحدث بها الإبادة الجماعية ومعسكرات اعتقال إدانة هذه الأعمال خطوة كبيرة من قبل الدولة لأن هناك الآن نزاع واضح بين جنوب إفريقيا وإسرائيل سينتهي فقط بإنهاء أعمال إسرائيل الإبادية جنوب إفريقيا كررت هذا الاتهام في لقاء فيكس في اللحادي والعشرين من نوفمبر وفي محطة الخصة للطوارف في جمعية الأمم المتحدة في الثاني عشر من ديسمبر ولم يأتي أي رد من إسرائيل ولم يكن الرد ضروري لأن في هذه المرحلة قد تبلور النزاع في قوانين وهذا أكد من قبل تجاهل إسرائيل المتعمد والغير مسبوخ لأعمالها بمواصلة أعمالها الإبادية في غزة وقبل تقديم هذا الطلب في ألحادي والعشرين من ديسمبر جنوب إفريقيا كررت رؤيتها لإسرائيل وأنها ترى أن أعمال الإسرائيل في غزة هي أعمال إبادية وأنها طرف في مثاق الإبادة الجمعية وأن عليها واجب أن تمنع الأعمال الإبادية إسرائيل لم تجيب على هذه الطلبات وأدى هذا إلى النزاع وقد كرر ذلك في 27 ديسمبر وطلقت جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر هذا الرد وفي الرابع من يناير جنوب إفريقيا مرة أخرى أشارت وأبرزت فشل إسرائيل في الرد على هذه المسألة التي أثرتها جنوب إفريقيا في الشهر السابق وكررت هذه الدعوة وجنوب إفريقيا أوضحت بأنه بسبب مواصلة هذه الأعمال الإسرائيلية في غزة النزاع الذي أشارت إليه في نوفمبر لم يتم حل وأنه لم يحدث لقاء ثنائي ومنذ الخامس من يناير لم تطلب جنوب إفريقيا بعقد إجتماع ثنائي مرة أخرى بسبب عدم الاستجابة ولذلك جنوب إفريقيا أجابت بأن أي اجتماع تالي بسبب تكرار هذه الأعمال الإسرائيلية لن يكن له جدوى وجود النزاع ومسألة يتم تحديدها من خلال هذا الطلب وفي هذا الوقت جنوب إفريقيا كانت بالفعل قد اتهمت إسرائيل في مجلس الأمن وفي الجماعية العامة وفي المنتجات العامة للانخراط بأنها تنخرت في الأعمال الإبادية وقد حذرت إسرائيل من أمالها الوحشية وطالبت المحكمة الدولية الجنائية بأن تحقق في هذه الجرائم تحت ميثاق الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل إسرائيل في قطاع غزة واتهمت إسرائيل بالاستهداف المتعمد للمدنيين والتسبب وتعمد مع إصابتهم بالمجاعة وحنمانهم من الوصول للمساعدة الإنسانية وهذا يكشف نية إسرائيل في ارتكابها الإبادة الجماعية إسرائيل مرة أخرى تجهلت اتهامات جنوب إفريقيا وعلى الرغم من هذه الاتفاة الاتهامات الخطيرة إسرائيل وصلت أعمالها ضد المجتمع في غزة لا نحتاج إلى المزيد من الأدلة هذا الوضع يؤثر على المجتمع الدولي بأكمله وفي المادة التاسعة من ميثاق الإبادة الجماعية لا ينص على مفاوضات لاتخاذ قرار من قبل هذه المحكمة ولا يمكن المحكمة أن تزعم بأنه ليس هناك نزاع لأن هناك نزاع وقد تم الإعلان عنه بشكل واضح وأي دعوة للمفاوضات تكون رخصة لارتكاب المزيد من الأعمال الإبادة الجماعية سعدت الرئيسة مسألة بالور النزاع قد تطرقت إليها هذه المحكمة في الأهداف الأولية في مرحلة الفائدة حيث كانت الأدلة واضحة وقد قدمنا العديد من الأدلة لوجود نزاع وأولا ينباقي إظهار بأن مزاعم طرف واحد تعارض من قبل الطرف الآخر بوضوح وثانيا التاريخ تعرف على النزاع هو تاريخ الطلب ويمكن أخذ ذلك في الاعتبار ثالثا النزاع ينبغي أن يتم تعرف عليه من قبل لجنة موضوعية ومحايدة ويمكن أيضا رابعا يمكن معرفة الرد على هذا النزاع ومعارضته بينما تكون هذه المطيعت في هذه الحالة لا يمكن عكس هذا النزاع بين جنوب إفريقيا وإسرائيل فجنوب إفريقيا تؤمن تماما بأن ما تفعل إسرائيل في غزة هو إبادة جماعية وإسرائيل تنكر ذلك وتقول بأن هذا الاتهام مشين وغير أخلاقي لذلك تقييم موضوعي لطلب جنوب إفريقيا يقول ذلك وذا يؤكد من قبل أفعال إسرائيل في غزة إسرائيل ينبغي أن تعي بيانات جنوب إفريقيا العامة والمعلنة وإشارتها إلى المحكمة الجنائية الدولية لأعمال إسرائيل الإبادية سعدت الرئيس المحكمة قد أشارت أنه في طلب لاتخذ إجراءات احتياطية أو مؤقتة أن هذا أساس السلطة التشريعية والقضائية وقد قد أوضحت أن جنوب إفريقيا تطالب بذلك ضد إسرائيل وفقاً لمثاق الإبادة الجماعية. وأخيراً الطلب يشير إلى إيجاد إعتبارات وفقاً لمثاق الإبادة الجماعية الذي يوضح في الطلب محاولة وواجب لتجنب ارتكاب الإبادة الجماعية. هذا يختتم خطاب سعدة الرئيس. أشكر أعضاء المحكمة لإستماعهم والآن أمنح الكلمة للبروفيسور ماكس الحديث لكم عن طبيعة الحماية والعلاقة بين هذه الحقوق والإجراءات المطلوبة. أشكرك البروفيسور ردو روباوة. الآن سنذهب لإستراحة عشر دقائق. ترجمة نانسي قنقر